السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع جبت لكم مجموعة من الأنباء اللي يتناولها الإعلام الألماني بأهمية كبيرة جدا واللي يتفاعل وياها سكان ألمانيا ويعني مهتمين بهذه الأمور بشكل كبير جدا أصدقائي أول موضوع رح نتكلم به هو لعنة العواصف والطقس والفيضانات والسيور للأسف الشديد تنتقل إلى جارة ألمانيا بلجيكا اللي شهدت بالأيام الأخيرة يعني اليوم أمس وأول أمس مجموعة من العواصف ومجموعة من الفيضانات والسيول بسيناريو مشابه لما حصل بألمانيا طبعا في بلجيكا جرفت العواصف والسيول المزيد من السيارات في مشهد لايق المأساوي عن ما حصل بألمانيا وروسيا أيضا حصلت بها عواصف والسيول وحرائق والصين أيضا شفنا بها سيول جرفت السيارات بشكل رهيب وتركيا أيضا ولكن أصدقائي ببلجيكا الدولة الصغيرة بالمساحة تدمرت حتى مسارات سكك القطار وأغلقت معابر مائية بسبب تكدس السيارات بالممرات المائية بالأنهار وبالجداول اللي أصبحت حجمها بحجم الأنهار بسبب يعني مياه الأمطار الغزيرة ويعني الأضرار كانت على وجه التحديد في مدينة نامور اللي هي مقاطعة نامور ومدينة نامور أيضا في نفس المقاطعة اللي تبعد مائة كيلومتر غرب مدينة آخن غرب ألمانيا تعرضت للجزء الأعنف من الفيضانات والسيول اللي ضربت بلجيكا بصورة عامة بالإضافة إلى نامور ودينانت تضررت مدن أخرى وقرى بسبب يعني بسبب الأمطار الغزيرة فالتربة صير هشة فحصلت انهيارات أرضية في مقاطعة أنت ويرب بالشمال أو أنت ويرب بالشمال طبعا ضرب البرق منزل وحصلت حالات وفيات بسبب البرق اللي ضرب المنزل ودمره طبعا لا تتوفر معلومات الآن كافية بسبب حالة الطوارئ بعموم البلاد وفي الأسبوع الماضي أو في الأيام الأخيرة لقي في بلجيكا 36 شخص مصرعة بسبب الفيضانات والرعد والأمطار الغزيرة ملاحظة أصدقائي علماء الطقس والمناخ يرجحون أنه سبب العواصف وسبب الأمطار والسيول اللي مفترضة هي ليست بالمعدل الطبيعي هو يعني الاحتباس الحراري يلعب الدور الأساسي بهذا الأمر وحصلت مؤتمر قمة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى بالعالم يعني قبل يومين ولكن اتفق المشاركين بالقمة يعني زعماء العشرين بلد الصناعي الكبير أمريكا الصين اليابان كل الدول الصناعية الكبرى ألمانيا اتفقوا على أن لا يتفقوا على شيء بخصوص الاحتباس الحراري على الرغم من أنه كل الدول الصناعية شفنا سيول باليابان وشفنا سيول كبيرة جدا بالصين يعني شوارع أصبحت كل أنهار الكبرى في ألمانيا أيضا شفنا مشاكل بالطقس في أمريكا شفنا حرائق وحاليا في ولاية كاليفورنيا مياه الشرب أصبحت عملة نادرة بسبب شحة الأمطار وكثرة الحرائق وفي عدد كبير من دول العالم شفنا مشاكل في روسيا أيضا شفنا مشاكل بسبب الطقس حرائق ودرجات حرارة بالأربعين في سيبيريا اللي أجواءها قطبية وأماكن أخرى يعني صارت بها فيضانة سيول ولكن لم يتفقوا على صيغة نهائية كما هو متوقع بطبيعة الحال أصدقائي نجي على الموضوع الثاني الموضوع الثاني هو بالاتحاد الأوروبي أول أمس تم التوصل إلى صيغة نهائية بخصوص شركة موديرن الأمريكية اللي عندها لقاح مهيئة للأطفال أو يعني خاص لتطعيم الأطفال اللي أعمارهم فوق الـ 12 عام حصلت هذه الشركة على موافقة أوروبية على اللقاح الجديد الذي يعني مخصص الأطفال الوكالة الأوروبية الأدوية ايما اختبرت اللقاح وتم التوصل إلى النتيجة النهائية والنتيجة النهائية هي أنه اللقاح فعال بشكل كامل على الأطفال ويعني لا يوجد مخاطر من هذا اللقاح وهو يعتبر ثاني لقاح يحصل على موافقة في يعني الاتحاد الأوروبي لحقن الأطفال به بعد لقاح فيزر بيونتيك ولكن المفوضية الأوروبية الأدوية أو عفوا المفوضية الأوروبية لم توافق عليه بالوقت الحالي ويعتقد أنها مسألة وقت حتى يتم تعميمه في كل دول الاتحاد الأوروبي عن طريق المفوضية الأوروبية وكالة إيما الوكالة الأوروبية الأدوية تقول أن اللقاح المسمى سبايك فاكس تم اختبارها على 3700 طفل ومراهق وكالة إيما اختبرت اللقاح وشركة موديرن أيضا اختبرت اللقاح هؤلاء الـ 3700 طفل ومراهق أعمارهم بين 12 إلى 17 عام وفقا للشركة أنه تبين أن اللقاح فعال 100% على هذه الفئات العمرية شركة موديرن من ناحية أخرى أيضا اختبرت اللقاح في أمريكا على 2500 طفل وتبين أنه يعني اللقاح فعال طبعا هؤلاء الأشخاص اللي تم اختيارهم بالتجارب السريرية هم يعني بشكل اختياري وليس مجبرين وبموافقة أهاليهم أصدقائي رح نيجي الآن الموضوع الآخر الموضوع هذا سبب ضجة في ألمانيا لأنه مدير مكتب ميركل السيد هيلقة بغاون يتكلم عن قيود سوف يتم فرضها فقط على الأشخاص غير الملقحين دعا نائب ميركل ومدير مكتبها هيلقة بغاون الناس إلى تلقي التطعيم بود كورونا بأسرع وقت ممكن وأعلن عن قيود محتملة من المتوقع أن يتم إجراءها على الأشخاص الغير الملقحين وأشار إلى التلميح الذي قلت لكم بعدد كبير من الفيديوهات هذا الأمر سوف يصبح أمر واقع علينا تجربة بريطانيا راح تتحقق في ألمانيا ولاحقا في كل دول الاتحاد الأوروبي سواء نجح اللقاح ضد الطفرات أو لم ينجح ضد الطفرات نتكلم عن طفرة الدلتا أو السلالة الهندية قال براون طالما أن اللقاحات تساعد بشكل جيد ضد متغيرة الدلتا فإن الإغلاق الكلاسيكي لم يعد ذو جدوى ولم يعد ضروريا يعني الإغلاق لما يسدون كل شيء ما عدا السوبر ماركت والمشافي هذا لم يعد ضروريا وعند قدوم الموجة الرابعة سيتم فرض قيود مشددة على غير الملقحين قال مدير مكتب ميركل زيارة المطاعم والمحلات والملاعب والسينما والمتاحف وعدد كثير من الأماكن بالنسبة للذين لم يلقحون سوف تكون غير ممكنة طبعا هذا التصريح أثار يعني موجة كبيرة في ألمانيا من التفاعل ما بين مؤيد وما بين معارض لما تم سؤال هل قبغاون هل هذا الأمر قانوني أنه تمنعون الغير الملقحين من كذا وكذا وكذا أجاب على الحكومة أن تقدم الحماية لكل من لديها أمراض خطيرة مثل السرطان أو أمراض القلب وأمراض أخرى الذين أجلوا عملياتهم بسبب أنه الوباء موجود بشكل كبير بالمشافي بسبب ازدحام يعني أو بسبب زخم بسبب مرضى كورونا لذلك يجب أن نحمي السكان ويجب أن نحمي المرضى الآخرين والأمر هو قانوني حسب رأي السيد هل قبغاون وقال أيضا ستصل الإصابات في سبتمبر إلى 100 ألف إصابة يوميا سيجلس بالبيت عدد كبير من الأشخاص غير الملقحين ومشأن هذا الأمر الذي يحصل الآن ببريطانيا هو قال أنه السيناريو اللي يحصل الآن ببريطانيا سوف يحصل في ألمانيا بشهر سبتمبر وما يليه وقال مشأن هذا الأمر أن يؤثر على إجراءات العمل بالشركات ويؤدي إلى أفلاس الملايين من السكان أصدقائي هذا كان من ناحية أيضا بخصوص اللقاح الآن لدينا كلام بخصوص التلقيح الإجباري رئيس وزراء بادن فوتنبرغ السيد كريتشمان عن حزب الخضر ثاني أكبر حزب يعني بالمشهد السياسي الحالي قال أن التطعيم الإلزامي في المعركة ضد كورونا أمر وارد جدا وقد يحصل قريبا جدا وقال السيد كريتشمان نحن لا نخطط لهذا الأمر الآن ولكن في كل الأوقات علينا أن لا نستبعده في كل الأوقات هناك متغيرات وسلالات تجعل الأمر ضرورة ملحة أي أمر التطعيم الإجباري وناشد كريتشمان الناس وهو متشائم ودعاهم للتلقيح وقال كل الخبراء والعلماء يحذرون من موجة رابعة خطيرة أكثر فتكة من الموجات السابقة ومن ناحية أخرى على غير الملقحين أنه يفكرون بالأمر مرتين من يخشى من أعراض اللقاح الجانبية النادرة عليه التفكير بأنه هناك أعراض ومتاعب طويلة الأمد قد تحصل إن لم يتم التلقيح ضد هذا الفيروس في إشارة إلى تدعيات مرضية إلى أغلاق إلى أمور أخرى الذي كلما نكافحه بفعالية حسب كلام سيد كريتشمان يتحور علينا ويتجه وجها أو يأخذ وجها آخر أصدقائي هنا وصل إلى نهاية الفيديو هذا كان أهم ما جاء في وسائل الإعلام الألمانية في صباح هذا اليوم تحياتي لكم وطبعا من يحب تابع القناة باستمرار لا تنسى تفعيل الجرس بهذه الطريقة البسيطة الهنانة تفعل هذا الجرس حتى تشوف كل إشعارات القناة تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة